على فكرة يا جماعة رح اقل لكم كم نسبتي بالثانوية العامة يذيذة مرحبا اصدقائي شلونكم اتمنى تكونون بخير انا الحمدلله بخير طبعا السمتة اللي هسا قبل شاي شفتوها انطيتها الاخوي هسا طعمها لا يقاوم تموت تشهي تخبل يجي يجي طيبة طيبة ومنظرها ما انتم بتاع كيف حلو انا شفرتها بالانترنت شفت انها اكلة يابانية فحبيت ان افيدكم بيها واعلمكم شون صنعوها اكلة ابدا 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 ما تتفود وانصحكم تجربوها لو الله تشوفوها هذا الفيديو اس قاع الكبير محلوب اضغط على زر الاشتراك ويمنى زر الجرس حتى تجيك الاشعارات أول ما يزل الفيديو اضغط على زر الجرس الي ما تشتغل عند الاشعارات اضغط عليها مرة ثانية اضغط على زر الجرس وهيته مرة ثانية اضغط عليها مرة ثانية يشيل الاشتراك ويتريعéta بالخرى وحسا رحوا وشوفوا الفيديو اللي صناعت بي هاي الحلاوة اليابانية سووا لايك لان تعبد كل شكلش بالفيديو فسووا لايك لايك اوكي شكراً لكم لأنهم سويتوا لايك خليكم ويا الفيديو وارجع لكم بعد الفيديو على فكرة يا جماعة رح اقلكم كم نسبتي بالثانوية العامة رح اقلكم اياها نهاية الفيديو بعد ما نكمل شرح هذه الاكلة اوكي يا جماعة البارحة كان عندي خلال فني فما نزل الفيديو البارحة المفروض ينزل البارحة بس هو نزل اليوم ضحك جان فالمهم يا جماعة رح نبدي نحضر الاكلة بتحضير الكاستر هنا انا حضرت كاستر سريع التحضير حطيت بودرة زائد حليب بودرة كاستر سريع التحضير يعني فمجرد ما اخلطها ويه الحليب يصير كاستر طبعا اريد الكاستر يكون كلش ثخين فلازم اكثر من البودرة وقلل من كمية الحليب هنا حبيت اضيف عليها حبوب الشية بالاضافة الى التوت البري اللي بيهم فوائد كلش حلوة للجسم ومضادين للأكسدة فحبيت اكلتي تكون بها قيمة غذائية فاضفتها للكاستر ايضا هنا اضفت كاستر سريع التحضير بطعم العسل وبذور الشية حتى اضيف ايضا قيمة غذائية لهذا الكاستر اللي انا حضرته وتأكدوا ان الكاستر يكون سميك او ثخين القوام لانه اذا ما كان ثخين رح ما رح تنجح الاكلة عندنا يعني فريد الكاستر يكون ثخين حتى تنجح هاي الاكلة اليابانية ونسيت اقول لكم اسم الاكلة اليابانية اسمها تاياكي تاياكي بالياباني فاي واحد من عندكم هسا اوتاكو اكيد رح يعرف ينطق تاياكي باللغة اليابانية بشكل صحيح صححولي اذا انا خطأ يعني اكتبوا لي اياها بالحروف اليابانية اهم اذا كنتكم ناس جاي تعلموني ياباني هنا حضرت كاستر بطعم الكراميل وايضا جبت نوتلا او شبيه النوتلا وحطيتها ايضا بالكيس حتى احشي بي هاي الاكلة الجميلة الرائعة اللي هسا رح تشوفوني شون احضرها وهاي هي الحشوة الاصلية للأكلة اللي هي عبارة عن فاصولة محلى هاي يستخدموها اليابانيين كحشوة للأكلة انا هنا ما استخدمتها بس قاعد اراويكم انه انا ممكن استخدمها هنا حطيت المكونات اللي ظاهرة على الشاشة امامكم ايضا هاي المكونات رح تكون موجودة بصندوق الوصف نخلط اول شي المكونات الناشفة مع بعض وبعد ننطق عليهم بيضتين ونحط عليهم 3 اربع كوب من الحليب وهذا الفانيليا انا جبت عود فانيليا او نبات الفانيليا وطلعت منها بذور الفانيليا مثل ما تشوفون حاولت قدر الامكان انه اطلع بذور الفانيليا طبعا هاي جبتها على همودكم على همود تصير الاكلة طيبة يعني بس انا بعادة ما استخدموهم بصراحة يعني بعد ما خلصت عندنا الفانيليا نقدر نحطها بالسكر وبهتش رح يكون عندنا هذا السكر منكه بنكه هذه الفانيليا ونقدر نستخدمها كفانيليا بالمستقبل يعني مثل سكر الفانيليا اللي نباع بالمحلات هنا خلطنا المزيج اللي قبل شوي سويناه مع بذور الفانيليا نحاول نخلطها الى ان يصير متجنس ومتماسك وراح يبقى عندنا مكون واحد اخير وهو الزيت نحط ملعقة ونص اعتقد اي ملعقة ونص من الزيت وتقدرون تحطون شوية شوية اكثر اذا تريدون تكثرون الزيت رح يخليها طرية وجميلة الملمس ونخلط المكونات السوا وبعدين نجيب هاي العين او عادي نحطها على الطباخ يعني نجيب هاي الطاوة طاوة السمج اللي بيها سمكتين هذا السمك اسمه تاياكي مثل ما قلت لكم بالياباني طبعا هاي الطاوة تتوفر بموقع امازون وبموقع اي باي وبكثير من المواقع الانلاين فاعتقد انتوا عندكم في سوق دوتكم ما عرف اذا ما توفره بهاي الطاوة لو لا بس اعتقد سوق قاعدكم مثل امازون يعني فتقدرون تبحثون عنها بس راح تكتبون الاسم الظاهرة هسا على الشاشة قدامكم راح اكتبها على الفيديو بس صوروا الشاشة وروحوا ابحثوا عن هذا الاسم ايضا راح يحط الاسم والمكونات وكل شي كل شي بصندوق الوصف فلا تنسون تشيكون على صندوق الوصف قبل لا تخلصون الفيديو طبعا مثل ما قاعد تشوفون العملية موضحة قدامكم انه قاعد اصب العجين مال تاياكي واوزعها على السمتشاية وبعدين ابدي احشي التاياكي بهاي الطريقة بالكيس اللي حضرتها قبل شوية هاي الحشوة عندي حشوة الكراميل بعدين هنا اجيت وجبت وحطيت النوتيلا حسيتها راح تطلع كلش طيبة بالكراميل والنوتيلا فحطيت شوية من نوتيلا وغطيتها بالعجينة مرة اخرى طبعا هاي العجينة راح تكون الطرف الثاني اللي هي الطرف الثاني من السمتشا فراح نقلب الطاوة بهذا الشكل انا كثرت عجينة لا تكثرون انتو مثلي يعني حاولوا تقتصدون بالعجينة انا راح اقتصد ان شاء الله بالمرات الجاية بس هس هالمرة ضبطت الحمد لله ضبطت عن نص يعني شوي طلع هم حشو برا لانه هم كثرت من الحشو الظاهر فطلعتها هاي من الطاوة ستوت وبدأت ان نظف الطاوة باللكلي نسب هاي الطريقة طبعا اذا تريدون تنظفون الطاوة لا تستخدمون اي آلة معدنية شوفوا مثل ما هسان جاي استخدم الخشب خشب البامبو تقدرون ايضا انتو تستخدمون اي آلة خشبية بس لا تستخدمون شوكة او ستشينة او خاشوكة اهنا طبعا حبيت اجرب اسويها مرة ثانية وهالمرة راح تضبط اكثر لانه تعلمت من اخطائي بالمرة الاولى اهنا نفس الطريقة نفس العملية فرشتها وحطيت بها الحشو الكاستر اللي ببذور الشيا والعسل والتوت حطيتها كحشوة للسمشايات هذول وبعد انغطيتها بالعجينة مرة ثانية طبعا هنا حطيت شوية عجينة حتى لا تنعاد نفس هذا التليص اللي تلايصناه قبل شوية تغلسوا على التليص انتو ما عليكم بديتشها الاولى الفاشلة عليكم بالثانية الناجحة طبعا مو غلط انه احنا تفشل عندنا محاولات عادي يعني عادي جدا شوفوا انا ما خجلت من غلطي وخبيت عنكم لا بالعكس راويتكم اياه لان انا تعلمت من غلطي وسويته من مرة ثانية صاح طبعا هذا الشي ينطبق على امور الحياة طبعا مو بس مو بس مجرد طبخة قاعد طبخوها ايشي بالحياة فشلتوا بيه ابدا لا تستحونوا ولا تخجلوا من هذا الفشل بالعكس شاركوا قصة فشلكم لان انتو بعد الفشل اكيد نجحتوا فالمهم انا جاينطيكم هسا محاضرات والاكلة قاعدت تستوي قاعدت تنطبخ المفروض اعلق عليها المهم انطبخت الاكلة استوت شفتوها مثل ما كانت لطيفة وجميلة ورائعة وهسا حبيت احشي هاي السمشايات بالنوتيلا طبعا هنا لازم تغطون كل النوتيلا صعب شوية تغطية النوتيلا لانه شوي سايحة كانت فالحمد لله قدرت اداركها واغطيها طلعت عندي الاكلة ناجحة بهذا الشكل السمشات قصقصون اطرافها بهذا الشكل حتى يطلع شكلها جميل ولطيف طبعا اذا عدتكم صديق ياباني او صديقة يابانية تريدون تبهروهم سووا لهم هاي الاكلة وقدموها الهم رح يتذكرون اليابان وايام اليابان وحنون اليابان ورح يشكروكم على هاي الاكلة صدقوني هاي هي الاكلة النتيجة النهائية مع الاكلة يا سلام يا سلام شون طيبة شون شهية ولذيذة شون شكلها يشهي ويخبل طبعا الوصفة العجين اللي انا نطيتكم اياها هي نفسها وصفة البانكيك فاذا انتو تريدون سوون بانكيك طيب انصحكم بوصفتي مع البانكيك لانه بصراحة بصراحة بدون ما امدحب نفسي بدون تكبر وصفة بانكيكي انا هي افضل وصفة شفتها بحياتي للبانكيك فبدون تكبر جا اقل لكم اياها شوفوا هاي هي الاكلة من قاعد افتاحها شكلها كلش لذيذ وهتش مريح للنظر او مثل ما يقولون الله شقد حلو شوفوا هاي هاي اللي بالنوتلا طبعا هي طعمها اطيب واحدة بهم واللي هاي هاي اللي اكلتها قدامكم هسه بالفيديو يعني كلش طيبة ومجحة نكون وصلنا لنهاية الفيديو يارب كون هاي الاكلة عجبتكم انا بصراحة كلش عجبتني وانصحكم كلش 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 انو تجربوها لا تنسوا لسا من لايك على هذا الفيديو واشتراك بقناتي وضغط على زر الاشتراك القصدي جرس جرس الاشعارات واشوفكم اشاهده بالفيديو الجاي مع السلامة وهسه راح اقل لكم كم هي نسبتي بالثانوية نسبتي هي واحدة وتسعين عافي علي جبت واحدة وتسعين وكانت أنت امتحاناتنا صعبة noi اشوفكم اشاء الله بالفيديو الجاي اشتركوا في القناة